انتباعاتك اي بقى على الدور المصري المكنت موجود أو حتى انتباعاتك دلوقتي وانت بتتفرج على المباريات افضل اندالي بتشوفها افضل اللاعبين رؤيتك للدور المصري والله يشوف كابتن الدور المصري طبعا من احسن دوريات زي انت تعرف ان الكورة في العالم كلها تغيرت لما جيت قارن الدور المصري بالسنوات الماضية حتتلاقي فرق كبير خصوصا عند زي ما تعرف في اغلب الدوريات الكواليتي الفني نقص شوية اللاعبين نقصت شوية في الكواليتي الفني لعبين ليست لان المستوى مصر ولكن على العالم العربي ف hawares عن مستوى العالم هذه مشكلة عاني بنا في العالم كلها ليس في مصر وت الدوري لانتى تشوف مرات تحتوي على المباريات تمل لانتتتفرج عليها فالدوري المصري حاليا لازم ان هو حتى تشوف منتخب مصر وحالياً يعتبر ليس في التوب لفل يعني في العطاها متاعها لما تجي تقارن منتخب مصر اللي هو منتخب مصر اللي هو قارع في أفريقيا كلها فهذا يرجع للدوري لما يكون الدوري عندك مئة في المئة وتفيتك فرص والأندية كلها تنافس فحيطلع عندك منتخب كويس لكن زي ما تعرف الدوري سيطر عليه أهلي زمالك من النادي اللي في مصر أنت بتحبه؟ هل تحب تفرج عليه أو تحب تفرج على مباريته؟ بيرامدز نحب تفرج على بيرامدز صراحة وفنياً نحب تفرج على عبدالله السعيد عبدالله السعيد كمال؟ أظن أن هناك لاعب ذكي ذكي حتى في وقفته في الملعب اللاعب يجب أن يكون ذكي كبتا في الملعب وهو من اللاعبين الذكياء عبدالله لو ترى مجهودها تجد أقل واحد جاري في الملعب لكن الهدف الذي تجد أكثر جودة في الملعب وهذا دليلنا اللاعب أنه عنده منتلاتي خاص به وعنده كواليتي خاص به عبدالله من اللاعبين اللي من النظر هنا أنه هو على المستوى العربي أنه الكواليتي اللي عنده عبدالله مش موجودة العبدالله على المستوى العربي؟ عبدالله كواليتي عالي جدا عبدالله يعرى كفي وقف يعرى كيف يطلع الكورة أنت شن مشكلة؟ أنت تأخذ الكورة من المدافعين عشان توصلها لجدام صح؟ مش موجودة صح؟ مش عند كل اللاعبين طبعا هو يسهل لك الكورة اللي هي اللي من الوسط لجدام هايل دليل أنه على غاية 39 سنة أو 40 سنة ما زال يعطي درس الجودة وما زال حتى في ناس ما زال تقول أنه من أفضل لعبين الدول مصر ونتفي مع هذا الصراحة وأحب رمضان الصبحي الصراحة أحب رمضان الصبحي كمان أحب الصايل اللعب الصراحة أحسه المفظوم صراحة اللعب نعم 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 شكرا